كانت تلكم العنوين إليكم التفاصيل الآن مرحبا بكم ومرحبا بك هاشر مساء الخير ناصر أهلا بكم مشاهدنا إلى حصاد الليلة والذي يأتيكم عبر أولي قناة إخبارية في الجزائر بداية بالملف الدبلوماسي الذي يصنع الحدث حيث أبدت الخارجية الجزائرية اليوم امتعادها من قرار الترد المستشار الدبلوماسي الجزائري بالقاسم الشرواطي على خلفية ما زاعم بالوقوف وراء مقال نشر بأحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية وقال بن علي شريف الناتق رسمي باسم الخارجية في مكالمة هاتفية سابقة مع تلفزيون النهار أن التصرف الموريتاني غير مفهوم بتاتا وأن الجزائر تعتزم تبني مبدأ المعاملة بالمثل وهو موقف واضح في المواقف الدبلوماسية للجزائر وأكد ذات المتحدث أن الخارجية سترد في بيان لها على التصعيد الموريتاني التفاصيل مع رفق خلف الله أمام التصعيد الموريتاني بعد إقدام واكشوت على طرد أحد الدبلوماسيين لم يتأخر الرد الجزائري كثيرا وبهضبة العناصر شكلت الخارجية خلية أزمة لمتابعة تطورات القضية التي أخذت أبعادا خطيرة مع دخول نظام المخزن على الخط في محاولة للاستثمار في القضية وتمشيا مع التقاليد التي دأبت عليها الدبلوماسية الجزائرية على غرار حادثة غلق الحدود مع المغرب عام 94-900-1000 ينتظر أن تتخذ الجزائر إجراءات تتعلق بالممثلية الدبلوماسية الموريتانية المعتمدة بالجزائر عندما يطرد الدبلوماسي هذا يعني أن البلد الذي يطرد الدبلوماسي يبحث على التصعيد يبحث عن خلق أزمة بينه وبين البلد الثاني بلد الدبلوماسي المطرود في اعتقادي الشخصي أن هذا القرار الذي يخذوه الإخوة الموريتانيين خطير التسرع موريتانيا في طرد الدبلوماسي الجزائري في أجراء غير مسبوق ينتظر أن يقابله موقف جزائري حازم يقوم على المعاملة بالمثل هناك في العلاقات الدولية التدرج في العلاقات الدبلوماسية هي اختارت أنها تخذ أقوى وأقصى قرار أنا أتصور أن في الساعات المقبلة سويعات المقبلة ربما حازم يجب أن يكون في السويعات وأصلا في الظروف هذه دايما ربما يجب أن يكون في السويعات المقبلة ويكون على مستوى خطورة هذا المشكل أعتقد أن الجزائر ستعامل مع هذا الوضع بالمعاملة بالمثل التصعيد الموريتاني غير المسبوق تنبعث منه روائح غير زكية قادمة من الرباط التي مارست دخوطات على النواكشوت في محاولة لإقحامها في صراعها المفتعل مع الجزائر حول هذا الموضوع دائما نسعد باستضافة السيد فريد بن يحيى الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مرحبا بك سيدي مرحبا بك سيدي بداية سيدي الفاضي المقرأتك لهذا الموقف بسم الله الرحمن الرحيم نرى أن العلاقات الجزائرية الموريتانية كانت ببنية على تفاهم وتبادل المشترك لكن للأسف الشديد القرار الأخير هذا اللي يتعلق بطرد مستشار جزائري من السفارة الجزائرية الموريتانية الردود انتعو غير مفهومة يعني القرار غير مفهوم لماذا حتى وإن كان هذا القرار يتعلق في بعض ما نشر حسب المزاعم السلطات الموريتانية بل الموضوع يتعلق بالنشر وثيقة يعني اللي تشكل بعض الأمور يعني السيئة الدبلوماسية الموريتانية فهذا ما يمنعش أنه فيه علاقات قوية ووطيدة بين الجزائر الموريتانية لكن الجزائر بلد رح ترجع بالمثل بالنسبة للموضوع هذا لكن ترجع بطريقة ذكية يعني مش معاملة بالمثل تردوا ونقضوا ونطردوا على كذلك لأن العلاقات ترى هي علاقات مش جديرة بالنسبة للعلاقات الجزائرية الموريتانية الجزائر ساعدت كثير موريتان يعني في المحنة حالكبرى حتى بالنسبة للمشاكل عندما كانت مشاكل كبرى مع المغرب بلدت إلى الجزائر وقفة منها وكل إطارات اللي كانت موجودة في موريتانيا موحدة موجودة الآن الأغلبية منهم تكونت في المدارس وتكونت في الجامعات الجزائرية ولذا نرى أن الأمر بالنسبة لخارجية الجزائرية لا بد من تحليل يعني أدق يعني فيه لازم يكون تشخيص حال الموضوع سيد فريد بن يحيا هناك من ترجم هذه الحركة برغبة الحكومة الموريتانية بالتقرب من الحكومة المغربية أو من نظام المخزن فما مدى صحة هذه الفراضية هذه الفراضية بالنسبة لي خطأ لأن الموريتانيين عندهم لازم تعرفوا الشعب الموريتاني كيف تكون الشعب الموريتاني يتقن لغة العربية جيدا يحافظ على الأصاراته البلد الوحيد يعني في إفريقيا لما تعطي الجنسية مثلا الموريتاني من غير جنسية الأصلية تون زعم منذ الجنسية الأصلية بعدها موجود الآن بموريتانيا عندهم شيخ كبار يعني في الشعب الموريتاني بالنسبة للدين يحافظوا على الدين إسلامي في بعض فساد صغير موجود في دولة موريتانيا في فقر موجود في موريتانيا لكن هذا ما يمنعش أنهم عندهم عزة نفس وما يحاولوش يعني يرتبطوكي ربما بعض الأشخاص بعض يعني أرباب الأعمال أو رجال أعمال موريتانيين ربما عندهم علاقات وطيدة لأنه المغرب متقويل تسمى بعض رجال يعني المغرب تمويل اقتصاديا موريتانيا فيه رجال أعمال كثير من المغرب موجودين موريتانيا هذه حقيقة لكن التأثير يعني إذا كان تأثير هذا بالنسبة للديبلوماسي الموازين نسميها حنا نطلب من الباترونة الجزائرية أنها تستعد للأراضي اللي كانت شغيرة يعني بالنسبة للأفسي أو لكاب أو بالنسبة الجمعية الأخرى للباترونة لازمها تنظر الآن إفريقيا ويعاملوا الديبلوماسي الموازين لكن الآن باش نقوله باللي يعني موريتانيا يعني راي في قبلة المغاربة فهذا ما نرجحش عليه كثير طيب سيد بن يحيا ربما نعود للحديث حول الموقف الجزائر الخيارات إن صحة تعبير التي تملكها ديبلوماسية الجزائرية للرد على مثل هذا التصرف هل يمكننا الحديث عن استدعاء السفير الجزائري بالنسبة للآن أن الموضوع ما نشعر فيه يعني هما الموريطانيين تكلموا على يعني منشورة في البريد الإلكتروني لتعلق بسمعات الخارجية أو الدبلوماسية الموريطانية لكن إذا كان هذا الموضوع فهذا الموضوع يعني صغير موش حاجة كبيرة حتى تستدعي أنها تترد المستشار نظن الموضوع هو أكبر من هك حسب الأعراف الدبلوماسية وإلا فإن موريطانيا يعني راهي ما احترمتش كثير التقاليد الدبلوماسية بالنسبة خاصة بين دولة جارة ودولة صديقة كالجزائر فلذا أنا أرى أنه من الصعب الآن نتكلم إلا عن البريد الإلكتروني ربما فيه كما يقول مثلا الفرنسي سيداربر كيكا شرافوري يعني ما تكونش أسباب أخرى لدفع السلطات الموريطانية لهذا العمل شكرا جزيلا لك سيد فريد بن يحيا على قبولك لهذه الدعوة كنت معنا على قناة النهاية شكرا جزيلا لك هذه التوضيحات شكرا سيدي على الفضل إلى شأننا